الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله عز وجل في محكم تنزيله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الآيات من سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى اتكلم في هذه الآيات عن صنف من الناس قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا وده يدلك إن ما كل الكلام في الناس ممنوع وما كل الكلام في الناس غيبة أو نميمة لا بل أحيانا يجب أن تتكلم في بعض الناس يصل إلى مرحلة الوجوب إذا كان في ناس نشر الشر بين الناس يجب إنه يحذر الناس من هؤلاء الناس بأسمائهم وده منهج القرآن وده منهج النبي عليه الصلاة والسلام وما فيه أي خلاف بين العلماء عشان ما يجي واحد يجي يقول لك إنتوا بتتكلموا في الناس نقول لك أيها ما كل الكلام في الناس ممنوع في كلام في الناس جائز بل قد يصل إلى مرحلة الوجوب يعني لو أنت ما اتكلمت في الناس إذا أوصل مرحلة الوجوب لو ما اتكلمت في الناس تأسم يوم القيامة وربنا يعاقبك يوم القيامة فهنا ربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا وفي فايدة تانية في الآية إن الآية ذي ما بتتكلم عن ناس معينين لأنه ربنا قال ومن الناس ما أعين ما قال ناس في فترة زمنية معينة ولا قال المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إن ما قال ومن الناس معنات الشغلة دي ما شاء ليهم القيامة ليهم القيامة شاء ما واحد يجي يقول لك الآيات دي تتكلم عن مشركين معينين أو الآيات دي بتتكلم عن ناس معينين وما يجوز إنك تجي تنزل الآيات دي في ناس الآن موجودين نقول لك لا الآيات عامة وما في أي خصوصية ربنا قال ومن الناس ياتوا ناس ليهم القيامة الآيات ما شاء أي ذول اتصف بالصفات الموجودة في هؤلاء الناس هو داخل في الآية دي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ما معنى من دون الله من دون الله يعني شنوه شوف أي حاجة أي حاجة هي دون الله عز وجل لأن الدون الدون هو تحت لما أقول لك الشداء دون الشداء معنات أتحت وكل شيء هو دون الله تبارك وتعالى لأن ربنا عز وجل هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء زي ما ربنا قال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير والنبي عليه الصلاة والسلام قال هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء إذن دون الله عز وجل يدخل فيه الرسل والأنبياء وكل المخلوقات والصالحين والجن وكل الناس هم دون الله تبارك وتعالى دون الله عز وجل لأنهم كلهم مخلوقين خلقنا الله عز وجل ربنا قال لك ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد انتبه وخلي بالك ربنا قال لك في ناس بيتخذ من دون أنداد أنداد يعني شنو يعني شنو أنداد لما أقول لك الشي دا نتل الشي دا يعني الاثنين سوا الاثنين مع بعض لما أقول لك الميكرافون دا نتل الميكرافون دا معناته الاثنين واحد صفات واحدة صوت دا زي صوت دا شكل دا زي شكل دا كويس البسوي دا بسوي دا ربنا قال لك في ناس بيتخذوا من دون أنداد يعني في ناس بيجعلوا من دون الله عز وجل مخلوقين يدوم الشي بتاء الله تبارك وتعالى الشي ما بيقدر له إلا الله تبارك وتعالى الله قال لك في ناس بيتدوم لمخلوقين هم دون الله تبارك وتعالى كويس من هذه الأشياء قال لك يحبونهم كحب الله يعني الانداد اللي اتخذوهم دا بيحبوهم كحب الله بعض العلماء قالوا قالوا هم بيحبوا الله وبيحبوا الانداد دا زي حب الله لكن القول الصحيح في هذه الآية إنهم ما بيحبوا الله أصلا دا القول صحيح ليه لأنهم لو كانوا بيحبوا الله ما كانوا حبوا غير الله زي حب الله تبارك وتعالى لو كانوا بيحبوا الله صح صح أصلا ما كانوا يجعلوا من دون الله أنداد ولا كان حبوا الأنداد دا زي حب الله تبارك وتعالى طيب القول الصحيح في الآية ما هو القول الصحيح العلماء قالوا يحبونهم كحب الله يعني بيحبهم حب حب المفروض الحب دا ما يكون إلا لي الله لأنه يا أخوانا الحب عبادة الحب دا عبادة إنت قائل شنو إنت ممكن بالحب بالحب ممكن تصل لدرجة بتاعة كفر وشرك بالله تبارك وتعالى كويس بل حب إنت ممكن تكفر بالله عز وجل في حب طبيعي إنت ما عندك فيه يد وربنا ما بلومك عليه الآن إنت بتحب أبوك وبتحب أمك وبتحب زوجتك وبتحب أولادك وبتحب أولادك وبتحب القرش في زول ما بحب القرش بتحب القرش ربنا قالوا وتحبون المال حبا جمع كويس وغير من أنواع الحب دا كل حب طبيعي إنت موجود فيك ما تقدر تغيره حب طبيعي موجود فيك لكن شوف حبك للحاجات دي ذاتها إذا وصلت مرحلة إنت الحاجات دي جعلتها مع الله تبارك وتعالى كده تكون كفرت بحبك للحاجات دي أنا أديك مثال شان الكلام يبقى واضح النبي عليه الصلاة والسلام قال تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم معناته في ناس بيعبد الدينار وفي ناس بيعبد الدرهم والدينار والدينهم معروف عملة من العملات يعني قرش النبي صلى الله عليه وسلم سمى الناس زيل سمهم عبيد للدينار وعبيد للديرهم إذا كان أنت ابتصل مرحلة القروج دي تبقى أي حاجة في حياتك أي شيء في حياتك المال كويس بتقدم المال على الواجبات اللي الله فرض عليك تقدم المال على الصلاة تقدم المال على التوحيد تقدم المال على الجهات في سبيل الله تقدم المال على كل ما أوجب الله تعالى عليك إنت كده بجد عبد للمال أنت ما بتعبد الله أنت بتعبد القروج شاكد النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة والخميصة والخميلة نوع من أنواع الهدوم خيل معي الزول بيعبد الهدوم الملابس بيعبده والله في ناس زي ذيل في ناس بيعبدوا بشر إنت ما سمعت الفنان قال البعبده ده قال بيعبد له في بيت كمان بالله أعلى قال الله في بيت تستاهل يعبدوه وكمان سودانية تخيل معاي بيت وكمان سودانية دار يعبدها ولو كان عبادة البنات بالجوز دار تعبد لك وعد سودانية بالله ما احترامنا للسودانيات شاكما كمان طالوا طالينا وعد تعمل لنا الصافوت في رأسنا والفرأسنا ما شوية كويس؟ لكن في النهاية تعرف إنه في ناس بيعبدوا غير الله تبارك وتعالى الله قال لك يحبونهم كحب الله الليلة في ناس بيحبوا شيوخ زي يحب الله تبارك وتعالى شيوخ يحبهم زي يحب الله تبارك وتعالى الواحد ما يرضى في شيخ ولا كلمة بل بيصلوا مرحلة الواحد لو شاف الشيخ بعيونه ممكن يبكي والله إن إحنا عندنا مقاطع في التلفون هنا لو يرنالك والله تستغرب شيخ الجايلي بتعطابت الجايلي بتعطابت عبد المحمود ده في ناس لما نجا في طابة زيارة في ناس بكوا بيدوا موعب أول ما شافوا بك طوالي عرفت الحاسل جابوا والله مسيرة مسيرة ضخبة جدا إذا كشفت الناس وقفين تقول تقول الرئيس جاي تقول جاي رئيس الجمهورية جاي شيخ طريقة اسمه الجايلي بتعطابت عبد المحمود جابات خلو جوا قعدوا في الكرسي خاتله فارو تعرف الفارو خاتله فارو في الكرسي قعدوا في الكرسي واحد قل عليه وشاله وقلع العمى منه ولبسوا الطاقية الشال ما دارين يخلوه يقلعوا براه الطاقية ما بينبسه براه كويس قلع الشال والطاقية وقاعد الناس بيجي يابوسوا في يده واحد يابوس والتاني يابوس وفي بيناتهم في مرأة مرأة من سكينة جاي أدار تبوس يد الشيخ يا ناس أنتوا بتبوسوا في شنه يقول لك يد الشيخ دي فيها بركة والله القال منو فيها بركة يازول بفيها جراسيم يا أخ الله يهديك يد الشيخ فيها جراسيم وفيها أمراض معدية إتا تمش تبوس بعدين يجيك سرطان تتورط ساي دمالك مدخن نفسك في أمور زي دي جيب لي إتا أزويت لي من خلال الأدلة إنه يد الشيخ الفلاني فيها بركة إنتقال البركة دي ساي البركة دي ما بتصبت الله بدليل البركة ما ساي يا أخي الآن أنا لو جبت لك أكل قلت لك الأكل ده فيه مواد بتاع التغذية فيه فيتامين كده وفيتامين كده إلا يود لك هيئة المواصفات والمقاييس أشان يدخلوا الأكل ده ويعملوا له اختبارات ومواصفات معينة حتى انبعداك يطلعوا لك نتيجة إنه الأكل ده فيه فيتامين كده وفيه فيتامين كده وفيه فيتامين كده تجي ساي بركة ساي تقول لي أنت الشيخ فيها بركة ساي كده لا أي الشغلة فاك ساي أصل لو فاك أنا بقول لك بانطولوني ده فيه بركة الشغلة لو فاك ساي إحنا ما قلنا يعني إحنا ما فينا بركة ليه فالشغلة ما فاك ساي إلا بيه دليل تجيب لنا دليل إنه يد الشيخ فيها بركة لكن ده هو الحب الحب الذي يصل به هؤلاء الناس إلى درجة العبودية في ناس بيسجدوا له والله ناس بيسجدوا له في الوطن قاعد في الكرسي شباب للأسف الشديد شباب صغر بيجي يسجدوا له الشيخ تحت كرعانه ويبوسوا له كرعانه تحت والله إذا لو لقيت أنا فيه فاك أديه لك عضاء والله لما يموت ما ينساه ها أبو نسو كمان وأسجد له عضيه عضيه شي لأصبعه الكبير برا عرفتها بعدا خليهم يصووا دارين يصووا دي كل بلاو موجودة في البلد دي للأسف الشديد دي اللي يحبونهم كحب الله والله نحن لقوا لناس في حلقات لما ننضم في الشيوخ بزات البرعي لما نقول البرعي والبرعي والله في ناس بيبكوا والله واحد في حلقة السوق المركزي أسول ده بك لما نزبط تعرف الزبط بك لما نزبط قالوا أبو يا الشيخ ده خلوه 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 نخلي هذول نحن قاعد نعمشنو كأنه نحن مسكين الشيخ ده وبنتعليه في حقنا يقول لا خلوه خلوه لا ما نخلي والله ما نخلي أصوه إلا شيخ ده نقلع نشيل برا ها والقلوب دي تتملي بالله عز وجل كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله لا بد النازي تحب الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما شوف أنت إيمانك ما بيكتمل إلا تصل درجة إنه يكون حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام في قلبك أعظم من حبي مخلوق تاني أعظم من حب أولادك أعظم من حب زوجتك أعظم من حب أمك وابوك حب الله تبارك وتعالى وحب النبي عليه الصلاة والسلام فربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله زي ما ربنا قال في سورة إبراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ربنا قال في البقرة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إنتم تعلموا إنه الله ما بيستحق الأنداد بتعلموا إنه الله ما بيستحق الأنداد لأنه اللي بيسويه الله ما في مخلوق بيقدر يسويه يا غنى أديك مثال الآن مين من الما قاعد يتنفس كلنا بنتنفس والنفس ده خاشي ومارك فيك إنت ولا جايب ليه خبر ذات ولا قاعدين يحاسبوك حصل يوم حاسبوك في النفس ما في ذول قاعد يحاسبك بالله النفس ده لو كان بيقروش أسي تقدرت تعيش كيف إنت الفقراء والمساكين يتنفسوا من وين لو كان النفس بيقروش طالع بيجنيه خاشي بيه اتنين جنيه تنبعه ده كنت يا ده بتتذكر الله يا الله يا الله وكدي خدتوا لك الأكسجين انت يا ده بتتذكر الله لكن قبال كذا إنت ما جايب خبر الشغل وخاشه ومارك ده كله نعمة من الله تبارك وتعالى يجيك واحس فيه واحس فيه يقول لك والله النفس ده الطالع وخاش فينا أدأوا لنا أبونا الشيخ والله وطيب أبوك يا شيخ اللي أدأوا النفس منه ما انت قلت يا شيخ أدأك النفس جابوا ليت من وين الشيخ ده أدأك النفس من وين هل عندك بتاعة هو قاعد يوزيعه ولا نحاصي شنوب الضب والشيخ ذاته بتنفس ولا ما بتنفس والشيخ ذاته مات ولا ما مات مات الكتم نفسه منه وكيد مات من الكتم نفسه الله تبارك وتعالى لكن عشان تشوف الناس الدارين يقعوا في الشرك والناس الدارين يكفروا بالله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ديل المؤمنين المؤمنين بيحبوا الله تبارك وتعالى ما بيجعلوا لي الله أنداد أبدا لأنه ما في مخلوق بيستحق إنه يجعلوا مع الخالق تبارك وتعالى بعد ذلك ربنا قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب دمتين ده يوم القيامة بعدين ويا ناس في يوم اسمه يوم الغيامة والله نعذي منيحنا ما جايبين خبر الناس ما أشعوا جاية وركشات شغالة وناس ما أشعين وجايين ودفسة شغل دفسة باس خاشي وباس مارك زؤال جايب خبر ليوم الغيامة ما في إلا من رحم الله والله شو النازي الحاسي شنو إلا من رحم الله في يوم اسمه يوم غيامة يا ناس ربنا قال ولو يرى الذين ظلموا الذين ظلموا دي المنهم الكام بيجعلوا لله أندات في الدنيا ها يقول لك شيخنا كان جلس يعلم الفي قلب وسوس شيخنا كان جلس يعلم الفي قلب وسوس يا أخواننا اللي بيعلم ما تخفي الصدور منه منه اللي بيعلم ما تخفي الصدور الله تبارك وتعالى أولم يعلموا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ده الله تبارك وتعالى يقول لك الشيخ الشيخ كان جلس يعلم الفي قلب وسوس الكباشي قال سمولك المكاشفي سمول مكاشفي قال لأنه يكشف ما في الضمير يعني أنت اللي في ضميرك جواه قال بيعرفوا الشيخ تكون أنت قاعد تتكلم في نفسك زي قال الشيخ يقول لك طوال أنت قاعد تقول في نفسك كذا 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 يا نازة ما بيعلم الرسل ما بيعلم ما توسوس به الصدور الرسل والأنبياء ما بيعلموا شيخ زي شيخ يعلم الكلام ده ها نسأل الله السلامة والعافية كويس يجيك المرأي يقول لك منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر وديل سبب البلاوي وسبب التأخير الحاصل في البلد دي إنت سودان دعسي شايفه ماشي لك قدام نحن ماشي قدام ولا ورا أنا دائر سوداني يرفع أصبع يقول لي ماشي قدام وريني بس قدام دي وين وريني إنت ماشي قدام كيف يا أغي بلد لسه الموية لسه فيها بتاعت المطر أمشي سافر أي ما علي أعجبك أسافر ما بتلقى موية زي دي الحاصل شنو الحاصل أن البلد دي فيها شرك بالله تبارك وتعال فيه خوازيك قاعدين فيه شيوق خوازيك الشيوق دي اللي ما انقلعوا والله البلد دي ما تمش لك قدام والله ولا تحلم ولا في المنام في المنام ما تحلم إنك يوم من الأيام تجي تلقى الموقف بتاع التعويضات كل سرامي والله ما تحلم طالما البلد دي فيها شيوق زي البرعي وزي المكاشفي وزي الصيمديمة وزي المكاشفي وزي وعد بدر وزي غيره وغيره خوازيك مزروعين في البلد دي في كل حتة واحد قاعد في كل حتة واحد قاعد أضف إلى ذلك إنهم بيقعوا يرمي الناس ويدخلوا الناس في الشرك أضف إلى ذلك إنهم بيأكلوا أموال الناس بالباطن وريني شيخ واحد ما بيأكل قروج الناس قل لي فلان قل لي شيخ فلان شغالين شنو شيوقدين شنو لاقاك شيخ بتاع طريقة قاعد بقى تعمändert ماطن في السوق مافي لقاك شيخ بتاع طريقة موظف فى بانك مافي طيب شغالين شنو شغالين هيكلوا قروش الناس بياض شن تقيه يقول لك تدفع بياض يازول بياض ولا سواد بياض بتاع شنو يقول لك شن تقابل الشيخ لابد تدفع بياض أدفع بيات ليه يا أخ دا شيخ ولا أخي الصائب تعجراها شان أنا أدفع له قروش ليه أدفع له قروش ليه لكن دي كلها نسأل الله العافية العقائد تعبانة إلا من رحم الله القلوب ضعيفة إلا من رحم الله ربنا قال لك ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا القوة لالله تبارك وتعالى المخلوق ضعيف ما عنده حاجة ربنا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إيشى يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز يا زود نحن ضعيفين ما عندنا حاجة الله عز وجل هو القوي الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض أخواننا على المقطع المنتشر في اليوتيوب بتاع الدكتور صلاح الدين الخنجر ذلك الدكتور الفاشل أستاذ في جامعة مدرمانة الإسلامية صوفي كبير أظن نتابع للطريقة السمانية قال الشيوخ بنزل المطر بالله ألا قال لك في شيء بنزل المطر زيدي وين في شيء بنزل المطر قال إذا دفعت البياط قال المطر إذا تبتنزل على حسب البياط يعني إنت لو دافع جنيه لو دفعت جنيه بيجيك نقطتين ددد نقطتين والموضوع إنت عرفت دافع خمسمية بيجيك وش كده جركانا وخلاص بيتقيف دافع عشرة مليون دي أزول بيتملى لك سهريجين ثلاثة وبيعملوا لك سهريجين ثلاثة وبوقفوا كأنه شيوخ دل قاعدين فوق وعندهم بلف عندهم بلف يفتحوا البلف للدائرينه ويقفلوا البلف من الماء دائرينه يا ناس نحن دارين نعلم المسلمين إن البنزل المطر الله تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن حتى إذا أقلت سعابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات دالة تبارك وتعالى ربنا قال فأنزلنا من المحصرات ماءا سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا ألفافة الله بنزل المطر ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله عنده عن مساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت مرات بنفسه للمشايخ لندفع القرش لقرش في تنزل الأمطار والمطر زادة مرات بيتموها على حسب الطلب عجبك عجبك ما عجبك أمشي بتحليق بلاخ في الشرطة في ناس بيد المطر على حسب الطلب في ناس بيد المطر على حسب الطلب ده مطر ولا طلب فول مطر ده ولا طلب فول قال بيد المطر على حسب الطلب قال عجبك عجبك ما عجبك مش أفتع بلاخ في الشرطة إعنا ما نفتع بلاخ في الشرطة لكن بندرشك في الحلقات دي يا الخنجر لما تعرف عاجة إعنا ما نفتع بلاخ في الشرطة وتبقى راجل تجي تنزل معانا مناظرة نفتع بلاخ في الشرطة لجنو ما نفتع بلاخ في الشرطة لكن الحلقات دي بتنجمك ولساننا ده أشد عليك يا الخنجر من البلاغ في الشرطة إن عارفين الكلام ده وتبقى راجل للمرة الثانية تأتي تنزل مناظرة قد دام الناس في أي مكان يعجبك تعال اغنع الشعب السوداني إنه شيوخ بنزل المطر والله نتحدى الخنجر ونتحدى الطرق الصوفية كلهم يجي يغنعوا الشعب السوداني إنه المطر المويدي بنزلوها شيوخ خليهم يجي يغنعونا شغال ما سايلي عبساي يغش في الناس يغش الناس يغش المسلمين والمسلمين كثير منهم بيصدقوا الكلام ده وبيصدقوا هذه العقيدة الله قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرى الذين تبعوا من الذين تبعوا دامتين دا يوم القيامة اليوم داك ما يوم صعب والله يوم عصيب يوم صعب جدا ربنا قال إذ تبرى الذين تبعوا من الذين تبعوا ما في الدنيا في أدباع تابعي لهم ناس كم الليلة الأدباع كم ما بيدعدوا أدباع بالباطل أدباع بالباطل يختلق شيخ أدباعه والله لو جبت خمسين دفار جامبه خمسين دفار ما يكفهم دي لأدباع شيخ واحد بس وأدباع بالباطل لو كانوا أدباع بالحق ما مشكلة لكن أدباع بالباطل يكونوا ماسكين فيهم ويعتقدوا فيهم العقائد دي لما يموتوا على هذه العقائد ما بيتوبوا ولا بيرجعوا إلى الله تبارك وتعالى يجوهم القيامة بعدين يتورطوا اتبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الأسباب دي المحبة اللي كانت بيناتهم في الدنيا والصلة اللي كانت بيناتهم في الدنيا في الدنيا بيناتهم في محبة وبيناتهم في صلة التعارف الواحد بيحب الزولة الثانية في الشيخ اكتر من حبه في الله زاده والله واحد بيحكي لنا قالوا واحد راكب جمزول في الباص ماشيين برسودان مسافرين برسودان راكب جنبه في الباص راكبين قريب اربعة ساعات واحد نظم مع الثاني ما فيه قاعدين ساقر والباص ماشي اربعة ساعات الباص جا فيه مطب جا فيه مطب دقا مطب كده الزولة جنب الشباق قال يا المكاشف المفروض ينادي الله يقول يا الله قال يا المكاشف صاحبك طوالي سلم عليه وقال له والله تشرفنا انتبه الله معنا في الطريقة شوف خلاص بعد ده بيناتهم في بيقت في محبة بيناتهم بعد ده خلاص بيقت في محبة بيقى بعد ده بتوانس معه لما نحصل برسودان ليه لانه العقائد بيقت واحدة لقى عقيته عقيته زول ده واحدة مع بعض لو كان زولة جنبه قال لي يا زول ما تنادي المكاشف نادي الله اكان بيشمه ليك لما نصل برسودان والله العظيم كان بيقول لك ده وحابي مسخوط ده ده تركب جنبنا شنون احنا ما عارفين عرفتها؟ بيناتهم في مواده وبيناتهم في محبة يحبوا بعض في الشيوخ يحبوا بعض في الشيوخ والله شي ده بيشوفوا بعينك اننا في المجتمع هنا شاكيدا ربنا قال وتغطى عديم الاسباب النازل لو ما تابوا لو ما تابوا من الشرك والله يوم القيامة تتقطع بهم الاسباب والله زول ينفع التاني مافي زول ينفع التاني بعدين مافي وتغطى عديم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة كرة لي وين للدنيا دارين يرجعوا ومافي رجوع مشيت تاني ما بترجع شوف روحك دي من تمرك تاني رجوع لي ورا مافي تمش قدام بس يا جنة يا نار تاني رجوع لي ورا مافي كويس؟ قالوا لو ان لنا كرة ليه؟ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا قالوا عشان نتبرأ منهم زي ما اتبروا منا الله قال كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار حسرات يتحصروا زي ما الله قال ويوم عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاعني وكان الشيطان للانسان خذونا كويس؟ وسؤل المشرك اللي بخش النار مافي تاني له مرقة كويس؟ ربنا قال يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منه طلوع مافي المشرك دخش جوى تاني ما بمرق الله قال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من انصار عشان كده أخواننا وصيتنا وحلقاتنا دي كلها الحلقات دي كلها قائمة على شي واحد وما ابنى غيره أصلا موضوعنا واحد ولا ابنى غيره ولا ابنى أزهج منه ولا ابنى ميل منه نهاي الحلقات دي قائمة كلها عشان نخلي الناس ديال المسلمين ديال يتوجعوا لأله بس الله بنو والله ربنا مكفينا والله ولا محوجنا لمخلوق الله قال أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عباده يا ناس الله ما مكفينا الما مكفيه والله يرفع أصبب طيب وكتال مكفينا ليه نمشي لغيره ليه عشان شنو ليه نمشي لشيوخ يا أخي يوم العيد الصباح يوم العيد الصباح والله ربنا يسألنا من الكلام ده وربنا يشهد ويعلم صلينا العيد مشينا مدرمان مشينا مدرمان الكلام ده الساعة تمانية صباحا مرنا بمقابر حمد النيل في مدرمان هناك المهندسين مقابر حمد النيل الساعة تمانية صباحا المقابر دي مليان ناس والله ما يعلم عدد إلا الله نسوان وريال وشفه صغار لابسين ودوم العيد جوا في المقابر في شنو المكان ده منتزه الرياض لا لا ما منتزه الرياض طيب في شنو ده مدينة الطفل جوين مدينة الطفل لا ما مدينة الطفل طيب ما لكم جايين لنا والصباح الواحد يقول لك نمشي المقابر قبل ما نعيد على الحجة أمه أمه يكون ما عيد عليها لسه يمشي مقابر حمد النيل دايري شنو يقول لك دارينا البرك زول جاي داريش اللي هو سفة بتاع التراب تلقى قاطع مسافات راكبة جاي من الجرافة جاي من الجرافة داريش اللي هو وقية بتاع التراب تخيل معي وقية بتاع التراب ويتا قالوا وقية التراب هناك رخيصة غالية ما بتدوك لها بالرخيص والله إليم فيك دارويش إتا لو ما نتمشي تلقى دارويش قاعدين برا في السور برا واحد تلقى قاعد زي ربطة الجرجير أخضر في أخضر تلاتين شهر ما استحمى والله ما بيستحموا إتا ما شوفتم تلاتين شهر تلقى ما استحمى نافش ريشو إتا بتاعيليه ذاته لما انت خاف ذاته والله يتخاف يقول لك دي الله أولي الله بالله فيها أوليه بخوفه في والي الله بخوفه يا أخي الولي داي إتا مين تتشوفوا كده المفروض تطمئن لهم ولا ما كده ديل تعايل ليهم والله يتخاف أم نشوفهم إتا كلامي دا لو ما مصدقوا أمش عايل ليهم عندك مجدعين واحد تلقى شايل إبريك إبريك مليان طحالب إبريك مليان طحالب وفيه حس حاس يمكن تلقى قعونجا قاعدة جوا كله دا بيعتبردين دا بيعتبردين إنتا ما تقول لي ما تستهزى بهم أنا ما استهزاته هم ما بيعملوا كده براهم أنا لديته الإبريك لا أنا خطيت له القعونجا جوا لا مش خطاه براهم خلاص أنا قاعد أقول كلام موجود فيه ما سويته أنا كويس قاعدين هناك تمشي لهم فيك يقول لك أيها تعال المبروك المبروك جيتنا هاي جيتك في شنو راح راح يدخلك جوا هناك يجيب لك وقية بتاع التراب تراب يا أخي يتعارف قبل العيد بيوم بيدخلوا اليوم قلاب قلاب جاي يشائل تراب من هناك من الخلع بيقول له دفك هنا كوب دفك دفك القلاب جايب التراب بيه 350 التراب بتاع 350 يطلعوا منه 10 مليون بالله عليك الله ده شعبي يمشي لك الدام ها تلقاهم مربطين التراب زي الفلفل والشمار في الدكان مربطين التراب حبة 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 كيف تجي يمشيخ مش لك كيس صغيروني قادر ده يقول لك والله ده جايبوا لك من أبو يا شيخ من تحت ظهروا هناك تحت طبعا بيصدق بالله آه 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 من تحت ظهروا هناك شفت التراب ده ما عليك إلا تنش تعلقه في الدكان كويس علقته في الدكان تاني والله الزباين يجوك مطر الزباين يجوك مطر إنت عارف الله ممكن يبتلك تعلق التراب بكرة يجوك الزباين مطر والله تقولوا والله أبو يا شيخ ده قوي غلاص هذول ما قوي لكن ده يبتل من الله تبارك وتعالى الله ابتلك داير يمتحنك يمتحن إيمانك كويس ولا المرأ 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 الما ولدت دي بيجيب لها تراب كبير شوية تراب أكبر من ديك ولا التراب ده طبعا بيجيب لك جنة ولد كمان ولد ما بيت ولد كويس أمشي ما تعرف خطيه جو المرتبة المرتبة تمش تشق المرتبة بالموس تخط التراب جوه وتخيط المرتبة باللبرة والخيط كويس ممكن الله يديها جنة الله يديها جنة تفرح تقول لك يا سلام والله من بركة أبو يا شيخ كمان نسميه حمد النيل الودي نسميه حمد النيل شوف البلاوي الموجودة في البلد دي نسال الله العافية والبيت الماء دائرة عريس جايا هناك يوم الماء لاقي عريس جايا يوم العيد دائرة لين عريس يا أخي ما في عريس هناك الله يهديك عريس ما موجود هناك برضو تشلا تراب دا شايل تراب بمية داك بمية وخمسين دا شايل تراب بميتان تلقى أولاده ما جاب ليهم هدوم العيد بلمل في القروش شان يمشي يشتريبه تراب القروش اشتريبه تراب من حمد النيل طواف تلقى طواف بالقبة ناس صايفين وربعة يطوفوا يطوفوا ورافعين يدينهم اتخش اليوتيوب اليوتيوب دا مش موجود الان اي زول عنده يوتيوب في تلفونه الناس يقول له اي زول شايل يوتيوب في تلفونه خش شوف بهينك شوف الطواف بالقبور يطوفوا بالقبر ورافعين يدينهم ما تعرف شنو في بيت جايبنا مقطع موجود في اليوتيوب عمليم معالغة قال في قبر ضريح الشيخ فرح والتكتوك دا في سنار الضريح دان احنا شوفناه بعيننا دي في سنار هناك فرح والتكتوك دا عامل فيها حكيم يقول لك السودانين يقول لك كما قال فرح والتكتوك يا زول تكتوك بتاع شنو يا تكتوك ولا ركشة صغيرة ما في حاجة اسمها تكتوك ديال كلهم ناس ضالين عرفت الحاصل جايبنا تطوف بل الضريح بتاع فرح والتكتوك قام الزول سهلة الزولة اللي بيصوير سهلة قال لا يا أخد ايتوا ابتجوا هنا ليه قالت له والله ان احنا طبعا بنجي كل يوم سبت عندهم يوم معين في الأسبوع نجي كل يوم سبت نشكي حالنا ونشكي همومنا للشيخ فرح والتكتوك يسهل علينا قالت بالله هلقى الله هلقى الله دي أمة تمشي لك الدام تشكي همومك لزول ميد الله قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير هموم شلو بيكشف عليك والتكتوك والله ابرة بتاع تخياته ما يدق لها ابرة تخياته والله ما يدق لها قالت بنجي نشكي همومنا لفرح والتكتوك نوريه الحاصل يسهل لنا أمورنا الكلام ده كل يوم سبت عليك الله لو رفعت يدها لأله ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان لو رفعت يدها لأله ما كانت دا بدل ما تمشي تقع في الشرك وتمشي للشيوخ نسأل الله سلامة والعافية يا أخواننا ذا مجمل كلامنا وذي مجمل حلقاتنا إنه دايرين الناس دي كلها تربط قلوبه بأله أي شيء تدايره أسأله أسأل الله تبارك وتعالى وما تبقى مع الناس ذيل إياك تبقى مع الناس ذيل ربنا قال وما أنا من المشركين اتبرأ من الناس ذيل كلهم ولا تتبع أي مخلوق إلا النبي عليه الصلاة والسلام ما تتبع أي راجل في الدنيا دي إلا النبي عليه الصلاة والسلام ليه عشان تنجواهم القيامة لأنه نحن عايشين في زمن بتاع فتن طرق كثيرة وطواف كثيرة والله الآن أسدين كتار في البلد دي ما شوية أسدين كتار كويس الواحد لو دار يتوب ساي تلقى زوال كان بتاع بانقو بتاع بانقو بتاع بنات دار يتوب دار يخلي الشغل دي دار يرجع لأله تبارك وتعال يمشي وين ذاته ما تعرف يمشي لناس منه يمشي لأمونه بالضبط يمشي لصوفية يمشي لأناس ديك جامع بلال ما شفتهم البلاغاتية بتاعينا البقج العفش يمشي لأناس العفش ولا يمشي لأنصار السنة ولا يمشي لأمين ويخلي مين يحتار ذاته يلف ويدور يقول لك أخير البنقو يا بتاعاتنا يرجع تاني للبنقو عرفت الحاصل يرجع للبنقو تاني يقول لك أسدين في البلد دي الدين ما نافع بالله هلق الله دي ما مصيبة دي ما مصيبة نسأل الله عافية وربنا يقولوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إنت لعليك تعتزل تلك الفرق كلها النازل عندهم مصالح إنت ما جاهب لها خبر يا عم ناريفهم كويس مصالح يا زول شغل فيها قروش وفيها حسابات في البنق وفيها شغلة تقيلة جدا إنت ما بتعرفها إنت خليك بعيد وإنت ما بتدوكش تقال لو خشية الليلة بتدوك وين؟ أسي لو ما شيت دار تبقى صوفي إنت دار لك ثلاثين سنة عشان تبقى حوار ثلاثين سنة بقيت حوار ثاني تار لك ثلاثين عشان تبقى مقدم كده مش ستين سنة عمرك ضاع دار لك ثاني ثلاثين عشان يا داب تبقى خليفة الشيخ يعني إنت تمانين سنة يا داب تكون بقيت خليفة للشيخ المكاشف واحتمال ما تبقى يعني شغلها دي صعبة جدا تقال الموضوع ده زايل شغلها وبعدها لو إنت ما ودى الشيخ عمرك ما تبقى شيخ إلا تكون إنت ودى الشيخ وأبوك يكون شيخ وجدك يكون شيخ وجد جدك يكون شيخ شغلها شغلها إنت ما لكم على اللولة ودي دار تمش ليلة صارة سنة آي ميتان دار تبقى الرئيس العام للجماعة حتبقى ميتان في دقون كتار قاعدين في الصف ثلاثين سنة مابقوا دار تجي تبقى إنت الليلة هذا ما في لك فرقة الشغلها مقفلة الشغل الكراسي كلها قفلت عرفتها شاكد أنت أغليك بعيد إنت كرسي ما عندك خاشي وين إنت دار تمش للبلاغاتية آي ميتان يا زول يودوك هناك باكستان وميتان يجيبوك في التلفزيون برنامج برنامج طويل شاكد أغليك بعيد الكراسي قفلت عرفتها فإنت وقت الكراسي مقفلة أخير تبقى بعيد ساي حس لو مشيت المينة مشيت المينة البر إخوانا دار ليك كرسي برسودان ما في خلاص كسلة ما في خلاص القطارف ما في يا أخي خلاص هنا الباقير ساي ما في حتى مشرو ترجع بيتكم بس ولا ما قد فإنت ترجع بيتكم أم شعبه ضله وعرف ربك خليك من الناس ذي الكل والناس ذي الهم عارفين بيسووا في جنه وعلى الله بيسهلهم هم القيامة فإنتما دم اشتشربك روحك في شبك مالها أول ولا آخر أعني بذلك هذه الطرق والطواف والجماعات الموجودة الآن أنا أكتفي بهذا القدر في متحدث نختم الحلقة على كده إن شاء الله الحلقة مستمرة كل كل أحد وخميس أيوة إن شاء الله الحلقة أصلا محلة هناك جنب الزاوية لكن عشان الأمطار وكده جينا بجاي فإن شاء الله لو الأسبوع الجاي في مطر الحلقة في نفس المكان لو ما في مطر